طموحنا سيبتلع مشاكل الإسكان والبطالة ونطمح لخلق بيئة جذابة لنكون جزءا من حراك العالم هذه الكلمات كانت أحد الرؤى السعودية لعام 2030 والتي كشف عنها صاحب السمو الملكي أمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد رئيس المجلس الاقتصادي والتنموي رؤية السعودية 2030 لا تحتاج إلى أسعار نفط مرتفعة استطاعة الشعب العيش في غضون 2020 من دون نفط وفيما يخص المياه أشار سموه إلى أن دعم الطاقة والمياه لا يجوز أن يذهب إلى الأثرياء بس يكون لأصحاب الدخل المتوسط وما دون المتوسط وتطمح الرؤية إلى استغلال المعادن بشكل صحيح حيث أن نسبة استغلالها لم يتعدى سوى 5% وقد تطرق الأمير إلى موضوع انفاق الجيش والذي يعد ثالث عالميا ولكنه يأتي في العشرون تقييما وقد شدد على أن هناك خلل يجب إصلاحه عمقنا العربي والإسلامي وقوتنا الاستثمارية وموقعنا الجغرافي نقاط قوة ستؤدي إلى نجاح الرؤى بإذن الله هذه بعض الرؤى التي صرح عنها سموه وسط الترقب ليس فقط من المواطن السعودي بل والعربي والعالمي أيضا تركي حبتر الإخبارية الرياضة